أكثر من ستة أشهر على غلق المساجد بسبب الأزمة الصحية إجراء احترازي فرضته السلطات لتجنب تضاعف الإصابات ومع تسجيل خفاض واستقرار في عدد الإصابات بفيروس كورونا يأتي الفرج الذي انتظره الآئمة والمصلين منذ مدة برفع تعليق صلاة الجمعة والفجر اليوم نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفرج على أن الجمعة سوف تعود في ستة نوفمبر بإذن الله تبارك وتعالى وهذا الجمعة اللي طال انتظارها والجزائريون كلهم متشوقون للعودة إلى بيوت الله سبحانه وتعالى في يوم الجمعة لأنهم لم يتعودوا على عدم وجود جمعة خاصة يوم الجمعة كي الناس بزيف من برمجة روحهم يوم الجمعة أنه فيه صلاة الجمعة فلما غابت هذه الأشهر كأنه برنامجهم كله لم يعد مستوين مصلون اشتاقوا لزيارة هذا المكان الطاهر لأداء صلاة الجمعة وعبادة الخالق في هذا اليوم المبارك في الحقيقة هذا خبر مفرح يعني للجزائري نما يعني متوحشين بشير جوع المسجد وخاصة صلاة الجمعة وإن شاء الله تكون هناك إجراءات وقائية لتحفظ صحة المواطنين لأنها قبل كل شيء ونتمنى والخير إن شاء الله لكما كان ولو أكتور أنا أشغل موتة هنا والله غير أنا أشغل موتة الجامعة جامعة روعة الغاشية تلقى أحبابك تلقى أصحابك أحبابك لمولف تشوفهم ما كاشهم قرار بفتح أولي للمساجد لإقامة صلاة الجمعة ذات طاقة استعاب أكثر من ألف شخص وسط بروتوكول صحي صارم لتجنب تسجيل حالة إصابة بالفيروس بمساجدنا على أن يتم الفتح الكلية مع تحسن الأوضاع الصحية شكرا